أهلا بحضراتكم من جديد زي ما قلتلكم قبل الفاصل الأهلي بيستعد بقوة في جوهانس بيرج لمباراته السبت اللي حتكون في ملعب سوكر سيتي ده اللي شهد افتتاح عشرين عشر كاس العالم معنا من هناك موفة قناة الأهلي الزميل فاروق صلاح عشان يحطنا في الصورة كاملة مساء الخير يا فاروق كل التحية للأستاذ برايب الميليسي وكل التحية للمهندس عدد لقيعي وكل التحية لكل مشاهدين ومشاهدي ومتابعي شاشة قناة نادلالي في كل مكان وهي بالتحديد متابعي برنامج ملك وكتابة الجديد عندك يا فاروق أنا بقول الجديد اللي محدش سمعه تفضل يعني خليني أقول لحضراتك يا بشمهندس كده من بعض الأخبار الحصرية من خلال حضراتك ومن خلال برنامج ملك وكتابة في بعض الأمور يعني بنسبة كبيرة حسمك فيه بجانب حضور الجماهير خلاص عدد الجماهير المقرر حضورها بصفة رسمية هم 2000 مشجع من جانب جماهير سانداونز ده يعني الخطاب الأخير اللي خلاص وصل لمسؤولي نادي سانداونز هم 2000 متفارج يكونوا موجودين في ملعب سكر سيتي بالمناسبة واستاب يتسع ل95 ألف متفارج لكن خلينا نقول لحضراتك بشمهندس نقطة في غاية الأهمية احنا هنا في جونس بيرج فريق سانداونز لا يتمتع بشعبية يعني الشعبية الكبرى هنا في جونس بيرج لجماهير نادي كايزر تشيفز وأورلاند وبايراتس هم الاثنين اللي بيتمتع بشعبية جارفة ونسبق لها طبعا لفريق كايزر تشيفز عدد الجماهير اللي ممكن تيجي للمباراة يبقى من خلال مدينة بريتوريا معقل فريق سانداونز في بعض الجماهير طبعا من جماهير كايزر تشيفز هنكون موجودة لمسندة ومؤذرة فريق النادي الأهلي وأيضا أفراد الجالية المصرية وده اللي احنا لمسنا أيضا النهاردة فيه استضافة نادي كايزر تشيفز لتدريب النادي الأهلي على ملعب كايزر تشيفز في مشهد يعني ده اللي يدل على قيمة ومكانة النادي الأهلي أكيد هرجع له لحضراتك لكن عايزة تكلم برضو على نطرة تانية بخصوص محمد محمد هاني طبعا محمد هاني لم يشارك في التدريبات اليوم لكن في الوقت اللي أنا أكلم فيه حضراتك دواتي باشمهندس طبعا غرفة عمليات في غرفة دكتور أحمد أبو عبلا والجهاز الطبي في محاولات مكثفة لمحاولة لحاق محمد هاني بالمباراة المحاولات يعني أمور مش عايزين إن إحنا نجزمها لكن على الجانب الآخر كريم فؤاد أيضا نهاردة بيشارك في التمرين وبيظهر بصورة أكثر من رائعة لكن المحاولات بتجرى لمحاولة إن حتى محمد هاني يكون موجود على مقاعد البودلاء لكن إمكانية إن يكون موجود من بداية لقائه بالأمر صعب شوية عايز برضو دي يعني من الأخبار من خلالكم ومن خلال قناة النادي الأهلي برش مهندس نتطرك ليها من النقاط المهمة جدا التي أريد أن يstarsب عندها الثاني أثناء زيارتنا لفريق أو لماعب كايزار تشيفز وإداء تدريب النادي الأهلي وأحنا بنقابل مسؤول للنادي وهم يتكلموا على قيمة النادي الأهلي قالوا كلمة كبيرة جدا برش مهندس على النادي الأهلي قال لك النادي الأهلي مش فخر لمصر النادي الأهلي وفخر للقررة الأفريقية والقررة السمراء وإحنا تقييمنا للنادي الأهلي حطينه كنموزج ليس نموزج على النطاق الرياضي فقط ولكن على النطاق الإداري النادي الأهلي بالنسبة لنا مش مجرد أرقام إحنا أريناها أو سمعنا عنها النادي الأهلي بالنسبة لنا هو واقع حطينه قدامنا أرقام بتتحقق تاريخ بيكتب ويعني المدير الرياضي طبعا كايزر جونيور وهي ابن ملك للنادي والنادي متسمي على اسمه قال أنه من مشجع النادي الأهلي ومن العشقين للنادي الأهلي طبعا بعد تشجيعه لنادي كايزاري تشيفز مران النهاردة كان أكثر من رائع التقصي هنا في جنوب إفريقيا أكثر من رائع بشمهندس يعني كان استقبال الأمطار لنا في لدى وصولنا لمطار جونيس بيرج لكن درجة الحرارة بتتراوح ما بين 15 ل 20 درجة مقوية إن شاء الله يعني طبعا ده دلوقتي توقيت وقت الصيف في جنوب إفريقيا لكن درجة الحرارة مميزة جدا في جنوب إفريقيا نتمنى أنها تستمر ده من المنتظر إن شاء الله أن هي يوم المباراة مش هتزيد فاروق وأنت تتعدس عن الطقس إحنا عارفين أن المباراة تتلعب الساعة ثلاثة هل دي درجة الحرارة اللي اتمرن فيها النادي الأهلي الساعة ثلاثة النهاردة أو اللي اتمرن الساعة كام لا بالفعل النادي الأهلي أدى تدريبه النهاردة في تمام الساعة الثالثة على ملعب كايزاري تشيفز وهو نفس التوقيت اللي هيستقبل للقاء الأهلي على ملعب سوكر سيتي هي نفس درجة الحرارة يعني ما فيش ارتفاع درجة الحرارة بتتراح زي مولت الحضاكة ما بين 15 إلى 20 ودي درجة حرارة مميزة مميزة هيبقى نفس التوقيت إن شاء الله أو نفس درجة الحرارة المنتظرة يوم المباراة بإذن الله ما بين 15 إلى 20 درجة موية فاروق محمد هاني زي ما أنت بتقول عنده مشاكل في العضلة الضم في صعوبة أنه يبدأ المباراة حسين الشحات وحمدي فاتحي أخبارهم ايه؟ حسين الشحات وحمدي فاتحي النهاردة مشاركتهم في المران ويظهروا بصورة أكثر من رائعة مستر بيتسو مسماني طبعا كان الفريق الجاز الطبي كان فضل أنه يريح اللعبين من يعني يعني بعد مباراة برامز كان في بعض شعور أو تقل في العضلات لكن طبعا الاستشفى اللي احنا شفناه اللعبين اللي تمت على الطائرة في أثناء التوجه إلى جونيس بيرج ما أيضا الجلسات العلاجية اللي بتتم زي ما قلت لك يا أستاذ إبراهيم إن غرفة الدكتور أحمد أبو عبل مفتوحة على مدار الـ 24 ساعة في جلسات التأهيل للعبين لكن النهاردة شاركوا في المران بطمينك عليهم إن شاء الله موجودين من بداية اللقاء ما عندنش إن شاء الله أي إصابات إن شاء الله تغيب عن اللقاء من البداية يعني باستناء محمد آلي والمحاولات المكثفة اللي بتجرى لمحمد آني طيب شريف يعني وصول بعثة الآلي ومعاهم مستر بيتسو مسماني بعد التجديد له هل لمست أصداء للتجديد وللقرار في الإعلام أو حتى في الأوساط اللي عندك في جنوب أفريقيا نقطة في غاية الأهمية أستاذ إبراهيم خلينا أقول لحضراتك الموضوع ده بالتحديد يعني هذا الموضوع مع يعني انتشار الخبر أو إعلان النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي للتجديد لمستر بيتسو مسماني العمين إحنا لمسنا الأمر ده أثناء وجودنا في الطائرة الطائرة والحالة الارتياح النفسي والصقة اللي بقت موجودة عند أفراد الجهاز الفني استقبال اللعبين لهذا الخبر أطفى مزيد من الاستقرار الفني والنفسي للعبين لكن على الجانب الثاني الوسائل للعلام وسائل للعلام في جنوب أفريقيا كان عدد كبير جدا من الصحف وسائل للعلام كان موجود في استقبال مستر بيتسو مسماني واستقبال بعثة النادي الأهلي تكلموا عنوين الصحف والمواقع في جنوب أفريقيا خبر تجديد عقد بيتسو مسماني لنادي الأهلي كثير جدا من الصحفة النهاردة كانت بتتكلم على هذا الأمر وتقالت أن هذا الأمر هيزيد من صعوبة المباراة على فريق سانداونز قالوا أن مباراة الأهلي وأصبحت واحدة من كلاسيكيات دوري أبطال أفريقيا واحدة من المباراة التي بقت منتظرة ومعتادة تكلموا أن المباراة طبعا وبعض الصحف توقعت أن المنتظر صعود الأهلي وصانداونز من هذه المجموعة توقعوا أن الفريتين من الممكن يتقابلوا إن شاء الله في الدور قبل النهاية أو الدور النهاية تكلموا عن مستر بيتسو مسماني وجوده مع النادي الأهلي رفع كبير جدا من أسهم المدربين في جنوب أفريقيا منشوف مدرب النادي الأهلي منشوف مدرب مازولو مدرب جالاكس الأنجولي خلاص بقت اسم المدرب الجنوب الأفريقي نهار دا مع علي السفير وهو بيكلمنا على المدى التأثير قال إن الصحافة أو الشعب في جنوب أفريقي أصبح يتابع مباريات المنتخب المصري وتعاطف مع المنتخب المصري ومنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا علشان مستر بيتسو مسماني موجود على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي هل من جديد أو هل هذا على صانداونز فيه جديد عندك على فريق صانداونز واستعداداته؟ عايز نقطة مهمة جدا نروح أقول لحضرتك على صانداونز لكن عايز قبل ما نروح لصانداونز بشماندس لو تسمح لي فيه نقطة مهمة يعني لفتت ناظر النهاردة وحابب برضو من خلال حضرتك من خلال البشماندس سعد القيعي ورسو زبريمي إن أنا أقولها إحنا النهاردة كنا موجودين طبعا في تدريبات فريق النادي الأهلي على ملعب كايزر شيفز وشوفنا حضرتكم تابعتكم التكريم والاحتفالات لكن فيه نقطة مهمة جدا هي اللي نقصد أن نتكلم عليها طبعا زي ما حضركم عارفين إن الدكتور محمد شوي هو رئيس بعثة النادي الأهلي عايز أرجع بس لكأس العالم الأندية أثناء وجود الكابتن محمود الخطيب وكان موجود المهندس خالد مرتاجي رئيسا للبعثة الكابتن محمود الخطيب إدانا درس إن المهندس خالد مرتاجي هو اللي يكون موقوف واقف على منصات التتويج في تسليم الميداليات المشهد ده بيتكرر مع أفراد النادي الأهلي على الرغم من وجود الأستاذ طريق أنديل الكابتن حسام غالي لكن فيه قواعد في النادي الأهلي يا بش مهندس فيه نظام في النادي الأهلي في كل الأمور سواء في مقابلة السفير سواء في المقابلة تلاقي يعني بيتقدم الخطة هو رئيس البعثة للدكتور محمد شوي نقطة من الممكن إنها بين لبعض الناس إنها أمر بسيط ولكن هي دي القواعد اللي احنا بنتكلم عليها في النادي الأهلي النظام في النادي الأهلي تلاقي الأستاذ طاري أنديل هو اللي بيقدم الدكتور محمد شاوي تلاقي الدكتور محمد شاوي هو اللي بيتصدر المشهد في البداية كرئيس للبعث نقطة مهمة جدا كنت حابب أن أنا أنوه لها أروح بقى لحضرتك لمعسكر نادي ساندونز خلينا أكد لك أن خلاص غياب مستر رولاني اللي هو المدير الفني طبعا حصوله على إيقاف لمدة مباراة طبعا بعد طرده في مباراة الأهل الأخيرة تقرر إيقافه لمدة مباراة وده خطاب تلقاء النادي ساندونز من مسؤول الكاف مش هيكون موجود في القادة الفنية أيضا سيرينو سيرينو اللي هيغيب بصفة خلاص شبه نائية عن المباراة هناك محاولات بتجرى لكن محاولات صعبة جدا فريق ساندونز هيدخل في معسكر من غدا اللي استعدادة للمباراة هو عقب مباراة الأهل كان لعب مباراتين مباراة في الدوري فاروق سيرينو مصاب إصابة مؤثرة بالفعل يا باشر عنده أصابة من مباراة الهلال السوداني كان استضام فيه الأنف ولازال عنده بعض الشرخ فيه الأنف محتاج وقت شوية فالنهاردة تأكدنا أنه بنسبة كبيرة جدا مش هيبقى موجود مع الفريق في المباراة كانت فيه بعض المحاولات أو أن اللعب يرتدي قناعة لكن المحاولات لحتى الآن لم تتم لكن أنا أكد لك أنه بنسبة كبيرة جدا مش هيبقى موجود في اللقاء طبعا الفريق زي ما قلنا لعب مباراتين مباراة في الدوري وطلقى الهزيمة بهدفين مقابل هدف وكان لعب مباراة في الدوري التمهيد لكأس جنوب إفريقي أمام أحد فرق الدرجة الثانية وفاز بنتيجة 6-0 أقول لحضرات الخنوطة مهمة أن الملعب اللي هلعب عليه المباراة ملعب فريق ساندونز ما بيلعبش عليه غير مباراة واحدة هي مباراته مع فريق كايزر تشيفز سواء في الدوري أو في كأس جنوب إفريقي يعني تطورت يا فروت ويعني اتودكت وحطتنا في صورة واضحة جدا وما سيبتش حاجة الحقيقة بنشكرك وتحياتنا للبعثة وكل الإمنات الطيبة متشكرين جدا شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح موفات قناة الأهلي إلى جوهانس بيرج أعتقد يعني حطنا في الصورة الكاملة لا هو دلوقتي بيروح على طول في المواضيع والحقيقة عمل مجود كويس ومجاهز نفسه كويس